اشتركوا في القناة 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 وأحسن أنواع هنه مش البلاستيك هنه الستون هنه كتير عم نشوفه متل بورسلان او السراميك بس المشكلة بالبرسلان او السراميك مانون كتير إذا بدك ممكن يوقع وإذا وقع تقيل كمان صح 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 سو ستون أو غلاس هنه أصبط أنواع يمكن منها نعطي شوية اهتمام وحتى الخشب هو منيح بس المشكلة أنه الخشب بده مينتنس وكمانة يصير في عندي تأرس بقلبه فممكن أنه نكون عم نغيره بس لك البلاستيك أكتر شي بصير عندي ورراف ولزننا من انتبهه من Mark. ضروري 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 أن يكون عندي تتحرار مرة أو حتى يكون عندي كذا من الكوتنجك بورد لاح تساعة منbacks من أجل الصح امه excusingский sean هو والنوعة من الأكل يعني للحومات يكون عندي كت讚 بورد معينة للخضرة بدي يكون عندها قاتنج بورد معينة والاشياء التانية حتى السمك بدي يكون عندها قاتنج بورد معينة وهيكي افضل طريقة انه ما نعمل كراس كنتاميناشن بالقاتنج بورد هلأ بدنا نشوف اليوتنسلز كمان هاي معلقت الخشب موجودة بالكلفة جد متفاجأ من مواجهة يبين وين جمعتين كان افرت يعني سليع جمعة بروحا للعالم وبنق كل ايه هدي ملعة اجر هون اجر بالقبر يعني محروقة ومكسورة من فوق مية بالمية حتى اهم شيء اهم شيء اهم شيء بايش اذا بنعرف اذا هالشغلة بننكبه ولا لا بنشوف اذا فيها تيرز او اذاك شاف شربل هلأ جيل انت عندك هيك اشياء بمطبخة احتم بالموضوع لانه بيجي بصلب اهتمامتك وانا بعرف شاف شربل بتعرفي قديش نيقى عغراضه ما معقولش نضيف شاف شربل حتى سككين بصفهم بالطول قد بعضهم بيكون عامل التبخة وخلصها ما بتحس انه في حدا نفاتح على المطبخ حتى وهيدا احلى الشيء فيه للشاف شربل عن جد طيب لانيش على موضوعنا هون في عنا هيدا المعلقة من فوق يعني رايح شقفة مننا فهون كمين هيدا كتير للباكتيريا وممكن يعيش فيها باكتيريا اللي عم تقوليه كتير منطقة كل شي بورز كل شي تشيبس هيدولي بيكونوا دعب فيهم باكتيريا هون يعني ادمن كون عم ننظف امين كيف دعنوصلنا يعني فيه اشياء من جوة ما في يوتنسل بتخليني انا انه نصلى لهايك هون كل شي تيرز كل شي هيك فيه اشياء ما منشوفها بالعين المجرد هي هاي المشكلة لو منشوف نحنا شو عم بيصير فعليا هون خلاص ما بيعود حدا بيترك شي منه بس هول عن جد بيسببه كتير من الامراض يعني يمكن الباكتيريا اللي عم مش دايرك اللي هتعمل لي امراض بس ممكن او من اكل تاني هون ممكن تأثر ومش بالضرورة انه المرض اللي بيكون يمكن بعد سنين طويلة والعينة كلها يتم نلاقي انه هيدول هن السبب هلأ حنشوف اذا بدك الكوكينج النون سيك فراينج بانز يعني هول اللي ما بلسه هاي اذا بقى رجيك ياها من وراء يعني انتهت خلاص هيدول لك تعرف كل شي حتى الاكل لما بينحرق يعني لما بيصير محروق فيك ترجيه على الكاميرا شوية هون هيدا قدمح فينا يعني من برا سودة بتشوف بيضا هيدا نون ستك يعني هيدا البان هي اللي ما بتلزق بس هيدا الكمباند نحن الجلوسي يلي بيكون من فوق ويلي ما بيخلي البان تلزق هيدا كمان عنده عمر معين وبينتهي منه منه اول ما ببلش يتغير شكله اول ما ببلش يتغير شكله اذا بدك الاكل لما بنطبخ بهيدا البان الاكل بيبلش بيلزق يعني هي خلص ما بقى ما بقى صالحة للاستعمال واذا ما باعف اذا مبين هون على الكاميرا على الدير عندي هيدا الأسود هيدا كله كارسينوجينك كامباوند يعني هيدا كله ممكن يؤدي لسرطانات حتى الكامباوند يلي نحن بنعمله للنونستيك هو كمانا فيه كاميكل او اذا بدك سبسنسيس ممكن يوده للسرطانات فكيف لما نحن عم نطبخ هيدا لما نطبخ فيها الفق النار يلي فيها هيدا ممكن يكون تاكسك فمش بس على اللي عم ينطبخ كمان على السرطان اذا بدك كل شي محروق بالاكل كمان اثبت علميا انه منو ميح اكزاكلي اكزاكلي فهيدا الكاميكل اسمه PFOA سو هون كمانا ممكن يكون عم بيسبب هيدا الشي وهاي كمانا نفس الموضوع مش معناتها اذا بس هيدا كانت هيك سو هون ما بعرف اذا مبين عليك او على الكاميرا مش هنزرا ولا ولا هين لا هيدا عم بيروح عم بتروح هيدا صنية ركبولة مسكة كأنه او شي هيك مية من مية حتى المسكة عفكرة لما بتبلش بتصير مخلخلة احتاج بك هالكلمة هيدا لما ببلش بتتحرك المسكة كمان مش انه منشدة لانه كمان ممكن يكون على الجلي وعالماء وعلى الصبون تعب البكتيريا جوه ممكن تعب البكتيريا جوه حتى فشو احسن كوكينج بان نكون عم نستعملها هلأ كهتير درج ال Iron Pots سو هيدا كمانا كتير كتير منحي نكون عم نستعمل Iron Pots او جلاس رجعوا هلأ قبل كانوا يستعملون بالذبots كتير من زمان كانوا يستعملوا ال Iron هلأ عم نرجع نشوفو فينا نكون عم نستعمل السيرومي كمان او جلاس ؟ الآن الجلاس مش كتير convenient يمكن ينحط على النار بس بالفرن فينا نكون عم نستعمل على حرارة حسب صح بنا نشوف اي نوع مش حيلا زيز في نحطه بنا نشوف اي واحد بيتحمل هالحرارة العالية هلا حنجح على موضوع البلاستيك البلاستيك يعني في كتير كتير شغلات موجودين بالمطبخ يلي هني بلاستيك رح بلش اذا بدك بالتابريوز كل المامز بالبيت وبعرف اذا رانيا كمان بتوافقنا الرأي بالبيت اذا عندها بلاستيك ولا لا هيدا البلاستيك كان ترانسبيرنت صار لونه هيك فهيدا البلاستيك خلص جرد لونه بمجرد انه هو جرد لونه وتغير يعني خلص حتى في من جوه منلاقي كمان انه فيهم تيرز هيدا اذا من له بي بي اي فري هيدا كمانه كل ما نحط فيه اشياء اكل حتى بالاخص لتساعة منحط شي بقلبه ربنا دورة بيكون اسيد فهيدا الاسيد هيعمل ديجريديشن للبلاستيك وهيدا كله نحن عم نتناوله نرجع عم نرجع نسخنه وا 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 طعف بغض النظر انه فيه كتير كبيرة على البلاستيك على استعمال البلاستيك بالاساس فكيف اذا بلاستيك ومنه بمواصفاته صار بالزبط حتى هون ما بعرف اذا شايفي عنا هيدول التيرز يعني نحن فيشي عنا اسمه مايكرو تيرز يعني الاشياء اللي بتنجرح يلي هي ما منشوفها بالعين المجردة فكيف لو صرنا للجروحة يلي منشوفها يعني هون صرنا كارسة حتى اي شي بيعني اي جات مثلا حتى منستعمله انه يكون بقلبه ليك هون هيدا مثلا حبيب مثلا هاي الطاست الرعب لايك كمان من برا شكله ايه كل حرارة ازوال فهيدا هون كله بكتيريا ونحن هون ما منقدر نعرف قديش كمية البكتيريا وعن استعمال لاستعمال هيدا ما بقي ينضف بالمي والصابون حتى فخلص هيدا ما فينا نعايشه لازم 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 في اكس باير دايت لكل المنتجات شو مايكونه اذا كانوا مأكلات او اذا كانوا هانز اون بتعرف اثبت اثبت طريقة نقدر نعرف شو الاشياء اللي بده كاب ولا لا منعمل دي كلوتر يعني منفوت على المطبخ منرتب اذا في عندي تابروير بلغتها او ما بيسكر منيح بلاه خلاص منجيب غيره والتابروير بس بيقول اخر شغلة انه احسن احسن نوعيا نكون عم نجيبها هي الازاز اللي بتنضغط مزبوط هي احسن شي لنكون عم نساعدها الازاز بدله افضل بكتير بتصوره لانه ما بيجرح مثل هذا بس كمان عنده اكس باير ديت موضوع كتير مهضوم لانه كل واحد منا في محل معين ببيوتنا في شي منهم كان موضوع انا بشكرك ميرفات مشاهديننا واقفوا ونرجع لكم